وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة متفق عليه لا تستصغر أي معروف تفعله لا تستحقر أي نفقة تنفقها فلا تدري أي حسنة تكون هي التي تنجيك من النار اتقوا النار ولو بشق تمره هكذا المسلم يبذل ما عنده ولو بشق تمره ولهذا دخلت امرأة ومعها ابنتان على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي فقيرة تسأل عائشة رضي الله عنها طعاما فلم تجد عائشة رضي الله عنها في بيتها إلا تمره هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتها فأعطت هذه الأم الفقيرة فأخذتها الأم وشقتها نصفين أعطت كل بنت شق تمره فأعجبها عائشة تصرف هذا الأم ورحمت هذه الأم على بناتها فالمسلم لا يحتقر أي معروف يفعله اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة عندما تواسي أخاك المسلم في مصيبته تدخل على قلبه الفرح والسرور تعلق قلبه بالله وأن هذه الدنيا ابتلا والله تعالى يقدر الأرزاق فيها كيف ما يشاء والكرامة عند الله ليست بسعة الرزق وإنما الكرامة عند الله تعالى بالتقوى وهكذا وإن مع العسر يسرى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب كلمات طيبة فتنعش روح هذا الإنسان تعيد له الحياة ترجمة نانسي قنقر